هو عايز اقول لحضراتكم ده لا ينفصل عن ده الاهل لو ما فيهوش هذه القيمة لو ما فيهوش هذا الحرص على الكيان المحترم مش هيجيب بطولات البطولات نتاج طبيعي للكيان المؤسسي المنضبط المحترم مش تحصية الرزينة الغير متوترة اللي هي تقدر تتنافس وتعرف يعني ايه فرص الفوز وفرص الهزيم وتتقبل دي وتتقبل دي ولا تفقد الامل وتصلح من نفسها هي دي قيامنا وإحنا عارفين ان الدنيا ماشا جيدا ويوم ما الاهل يختلف او يتغير سهل جدا يخسر بطولة حتى لو كسب بطولة اذا خسرت المبدأ والقيمة وكسبت بطولة فما كسبتها شيئا لكن اذا كسبت البطولة وكسبت القيمة وحافظت على هويتك وعلى شخصيتك هتكسب كل البطولات حتى لو خسرت المباراة بس مش هتخسر البطولات في النهاية البطولات ترجمة حقيقية او نتيجة طبيعية للوضع بتاعك انت فعلا مؤهل بشخصيتك بقيمك بمكانتك بثوابتك ان انت تقدر تنافس رياضة محترمة شريفة نظيفة وتتفوق ولا لا قلتلكوا حلقة النهاردة واقفة عند نقطة تاريخية مهمة جدا من مئة سنة كان الحراك الوطني في المجتمع اللي رجال النادي الاهلي من مؤسسيه كانوا هم في طليعة الحركة الوطنية المصرية كان رئيس اول جمعية عمومية في النادي الاهلي كوزير للمعارف الزعيم الوطني سعد زغلول شوفوا دور النادي الاهلي في خدمة وطنه من مئة سنة كانت عاملة ازاي الكلمات اللي قيلت في هذا الاجتماع ودور النادي نشأ لتربية النشأ والحفاظ على الشبيبة في خدمة وطنهم هو الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي بعد مرور مئة سنة ولكن في نسخة ألوان يعني دي النسخة الأبيض وصود بتاع طبيعة نشأة الاهلي مين اللي فهم النادي دين لن توصق لتاريخ الاهلي صوت وصورة انت بتتفرج على تاريخ الاهلي صوت وصورة ده 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 الاهلي بادي بص باستمرار له قدام قوي ده اللي أنا عايزة أقوله يعني انت بتتفرج على تاريخ حي قدامك بتحرك فسهل يالناس تتأثر به وتصدقه صحية يعني لما ألاقي من مئة سنة كان هذا الدور في ثورة 19 لسعد زغلول وأصدقائه وصحبه لا النهاردة النادي الاهلي بيسهم بكل هذا الدور الفاعل في خدمة مجتمعه ولكن على طبيعة مختلفة انت النهاردة بتقود حركة البناء بتقود حركة التنوير بتقود حركة رعاية الناشئ والشبيبة بعد مئة سنة من مئة واثنشر سنة كان عندك هذا التوجه النهاردة كان مؤتمر في إطار الحراك المعارف اللي في المجتمع وأنا عم مش بقطعك كتير بس أنا بلمس عشان هربط هو الأهلي نشأ من فكرة نادي الطلبة المصريين نادي الطلبة المصريين منتدى الطلبة المصريين في 1905 تطور إلى فكرة النادي الأهلي وخرجها من رحمة يعني هو ده اللي أنا عايز أقوله النادي الأهلي فعلا فعلا هو معني بالمجتمع ومعني بأن يكون جزء من أدوات الإصلاح في هذا المجتمع طيب أنا هطمنك برضو أطمن الجمهور على أوضاع الكرة لأنه كمان الكرة مهمة جدا الأهلي 30 مارس إن شاء الله لقاء القمة بقاله بقاله طبعا قلتلك بقى على قلتلك نقطة قلتلك نقطتين لا ما إحنا نتمنى بصها أستاذ أفراهيم أيوة أنا مش مع فكرة إن يعني أعيش التفاؤل مطلوب إن أنا أعيش التفاؤل واستند في تفاؤلي إلي حقائق على أرض الواقع لكن مش معنى كده أن أنا أنا أحسن بالأمور أنت قلتلي كلام عاجك تلتزم به ما تشويش السمك قبل ما تستوضوا طيب ترجمة نانسي قنقر